هدية أو هدية صواريخ غير مقصودة من أمريكا إلى إيران فالقوات الأوكرانية أجبرت على تركها في ساحة المعركة والروس استولوا عليها أما الوجهة النهائية هي إيران هذا ما كشفته مصادر مطلعة لشبكة CNN مؤكدة أن روسيا قد استولت على بعض الأسلحة والمعدات التي قدمتها الولايات المتحدة والنيتو إلى أوكرانيا وأرسلتها إلى إيران بل وتعتقد الولايات المتحدة أن طهران ستحاول إجراء تحليل هندسي للأنظمة من أجل صناعة أسلحة مشابهة لكن هذه ليست المرة الأولى فمصادر CNN تؤكد أنه على مدار العام الماضي شهد مسؤولون من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومسؤولون غربيون عدة حالات استولت فيها القوات الروسية على أسلحة محمولة على الكتف بما في ذلك صواريخ جافلين المضادة للدبابات وصواريخ استينجر المضادة للطائرات ولكن كيف نقل الروس هذه الأسلحة؟ وفق المصادر فإنه في كثير من هذه الحالات نقلت روسيا المعدات جوا إلى إيران لتفكيكها وتحليلها ومن المحتمل أن يحاول الجيش الإيراني صنع نسخته الخاصة من هذه الأسلحة وأشارت إلى أن روسيا تعتقد أن الاستمرار في تزويد إيران بهذه الأسلحة الغربية التي تم الاستلاء عليها سيحفز طهران على مواصلة دعمها للحرب الروسية في أوكرانيا هذه التطورات قد تنبئ في تعاون دفاعي غير مسبوق لروسيا مع إيران بما في ذلك في مجال الصواريخ والإلكترونيات والدفاع الجوي وهو مجاء على اللسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كوربي